نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله ببعض صفحات التوصل الاجتماعي من منشور تحذيري منسوب لوزارة الداخلية يحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أي شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم عناصره تبعيتهم لشركة المياه والكهرباء ويقومون بسرقة الملازل تحت تهديد السلاح أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المنشور المشار إليه قديم وسبق نفيه وتوضيح حقيقته من قبل وأن كل ما يتم تدوله في هذا الشأن هو إدعاءات زائفة وإتخاذ الإجراءات القانونية لازمة حيال مروي تلك الإدعاءات